أصيب عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء في قصف شنت طائرات روسية على بلدات غوطة دمشق كما واصلت قوات النظام حملتها على ريف إدلب حيث يشهد موجة نزوح للأهالي وقالت وسائل إعلام إن ثلاثين مدنيا أصيبوا بجروح جراء الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة المعارضة في حرستة وعربين ومسرابة ومديرة وحمورية بالغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق والخاضعة لاتفاقي خفض التصعيد وقالت المعارضة المسلحة إنها أسرت أحد عناصر قوات النظام خلال معاركها في محيط إدارة المركبات في حرستة